سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم جاثل الجاسل من قناة انوان التقنية كيف كمش راكم نسويين انا احين راح اشرح لكم كيف تركب جل بريك في الانظمة او الاصدار حقك ال ios 8.1.2 راح ندخل جوجل اول شي فتكتب تايك 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 فتدخل اول شي هنا الخيار وراح افتحك هذه الصفحة طبعا برنامج صيني مثل ما تشوفون او ياباني ما ادري ايش اللغة دي برنامج سهل تركيب جربك بدون تعقيد او ملفات وراح تضيه ملفات وراح تتنق ملفات كده تخري بالجهاز كده هذا بس اشبك ال usb وخلاص هو يسوي كل اللي عليه اول شي فتقدر تشوف هنا الصور هكيد ما راح تفهمون يقول يمديك تحدث هذا التحديث هذا الجل بريك ال ios 8.0 8.1.2 يمديك تتحمل هنا تضغط اطوة دولند فراح تيجيك التحميل في هذا الجانب اعلان هنشيل فراح يجيك التحميل هو انطريق الرار مجلد الرار فالطوة تضغط موافق انا محمل الحين فراح نشوف الحين ايش نسوي اذا حملته راح يعطيك هنا واضغط وليمين وفك الضغط او اي شي فك المشي انه فك الملف هذا فراح يطلع عليك هذا مجلد تدخل عليه فراح تشوفون هذا البرنامج تشغل البرنامج وراح يجيك هذه الصفحة اللي كذا فييقلك انطظر مدروش اشي كطائق شوف التحديثات وشوف كذا وانطظر خلي يدور كذا هذا عشان يحدثه وكذا اذا صار عندك مشكلة في اي تونز لازم تروح تحدثه يعني تدخل البرنامج وعلى طول يحدثه لك يعني كفير مكتوب تحديث كذا تحدث الاي تونز فلا انو هذا اول كنت انا شبكت ويقول يحدث الاي تونز ما راح يعني ما يقدر يسوي شيء الين تحدث الاي تونز اخر التحديث اوكي وانحين يقول اشبك اليو اس بي فانا شبكت يو اس بي بس ما مصور انا شاش لانا امركب فشوف الحين الصورة هذه فاذا شبكتو راح يجيك الشكل كذا اي اوفون 5s ويقولك وش التحديد حقك واذا تبتركب الجل بريك فيقول يعني يمديك تضيف تشيل هذي او تخليها فاذا احسن انك تشيل هذا انا شيلته هذي فابسيد يعني فقط بس فشيلته هذو فتضغط start كذا على طول راح يمشي راح تشوف فيه يمشي كذا وقت ولا كذا يعطيك وقت خفيف يمشي واذا خلط كذا وراح يطفى جوالك يعد التشغيل من جديد وراح تشوف الجل بريك ومبروك عليك الجل بريك كل سهولة بدون ما تدفع اي نقدا او بدون ما تروح محلات تعب نفسك حم البرنابج هذا وبس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة